موسيقى إنهم الألترس أهلاوي من أكبر وأشد رابطات المشجعين حول العالم كان لهم دورا مهمة في التظاهرات التي أطاحت بالرئيس مبارك بان ثورة الخامس والعشرين من يناير في مصر من يتصور أن هذه الرابطة تتلاشى؟ قبل إغلاق صفحتهم على فيسبوك نشر هذا البيان المفاجئ الرابطة منذ تأسيسها داعمة ومساندة للدولة لن تكون غير ذلك ولذلك قررنا من أجل الحفاظ على مستقبل الجميع حتى لا يستغلنا أحد استغلالا سيئا حل جروب ألترس أهلاوي نهائيا رفق المشجعون أو البيان أرفق بهذا الفيديو يظهر حرق علم يميزه المصريون على أنه علم الألترس أثار البيان ردودة فعلا قوية جاءت بمعظمها لتؤيد قرار الحل وتتضامن مع القائمين على الرابطة سابقا كتب الصحفي عبدالقادر سعيد ألترس أهلاوي يكتب نهايته بيده التي تعلوها يد أقوى شكرا لكم على كل الدعم في الملاعب والمايدين بينما تناول مصطفى الدورة السياسية التي لعبته الرابطة بالإضافة إلى أبعاد حلها ألترس أهلاوي يقول تنسحب نهائيا بعد مساومتهم بإطلاق سراح 300 عضو مقابل الانسحاب ألترس عملت لوحدها انقلاب على الرئيس حسني مبارك الذي تشبث بالحكم ولم يستطع أي حزب إزاحتها ألترس كانت العاملة الرئيسية في الثورة المصرية بينما كتب محمد يحيى ألترس أهلاوي يعلن حل الرابطة ووقف صفحة الفيسبوك الحمد لله قرار تأخر كثيرا بل كافة الروابط الأخرى لم يقتصر دور الألترس على الساحة المصرية أو في الساحة المصرية على تشجيع النادي لعبوا دورا سياسيا مهما أسفر عن اعتقال العديد من أعضائهم ترجمة نانسي قرار ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قرار ترجمة نانسي قرار ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ينضموا لأي من القاهرة دكتور وليد الكاشف هو متخصص في شؤون الألترس وحصل على رسالة دكتورة بموضوع مشجعي روابط الألترس مرحبا بك دكتور وليد لماذا برأيك حل الألترس نفسه بهذا التوقيت مرحبا بيكو بقناة البي بي سي وكل مساعدة المشاهدين أحب أقول بس أن دي خطوة جيدة جدا ولكنها طبعا متأخرة ست سنوات من بعد مباراة الأهلي والمصري كانت لابد منها خاصة بعد مباراة الأهلي ومونانو الجابوني ورح كان فيه شغب غير مبرر من الجماهير الألترس وإحنا فايزين 4-0 أو الأهلي فايز 4-0 حصل شغب في المدرجات اتقبض على فوق الخمسين مشجع من شباب الألترس والحال الوقت محبوسين هل هناك ما يشبه الصفقة السياسية الذين يتحدثون عنها في مواقع التواصل أن يفرج عن بعض من أعضائهم مقابل حل نفسها؟ هم طبعا بيتمنوا أن يكون فيه إفراج زي العفو الرئاسي اللي اتعامل البارح لبعض المساجين بنسبة شهر رمضان المبارك وألترس أهلاوي قدم مقدمة أنه هو لغى صفحته لغى الكيان في جميع السبعة وعشرين محافظة مش مجرد بس في القاهرة ومنتظرين وبينجدوا نداء لسات الرئيس أن يتم العفو الرئاسي عن الفوق الخمسين شاب هل ستتوقف فعاليات تشجيع النادي مثلا؟ حردك التشجيع مستمر ولكن الكيان اللي هو اترافض من حكم محكمة القضاء المستعجل من مائي 2015 هو ده اللي حيبقى مش موجود أما كان التجمع كيان رسمي وهو أساسا مش رسمي فده اتلغى خلاص باللي هم عملوا بنفسهم وليس ضغط من أي جهة سواء دولة أو غير دولة هل تتوقع أن تفعل روابط أخرى مثلا؟ مثل ما فعل الألترس لنتحدث عن الزمالك مثلا؟ هي دي بداية بداية وطبعا الألترس الأهلي كان من أشرص الروابط الموجودة في الوطن العربي يعني ولما الأهلي يبتدي بالبداية وطبعا في مشاكل طبعا عند ألترس الزمالك وشفنا مجلس إدارة الزمالك بالكامل موجود في المدرجات في نهاية كاس مصر ودي برضو حاجة كويسة ولم يحدث ما يشوب المباراة من قبل الجماهير بالرغم كان الزمالك متأخر لحد آخر أربع دقائق فدي بداية موفقة إن شاء الله نتمنها الجميع الروابط سواء الأهلي الزمالك والاتحاد المصري ومنتظرين برضو في مطش الأهلي والمصري القادم يوم العحد أشكرك من القاهرة دكتور رايد الكاشف المتخصص في شؤون الألترس ترجمة نانسي قنقر